هل يمكن أن نرى فيما نراه شيئاً آخر لا نراه؟ هل يمكن مثلاً أن نرى في الشجرة إنسان وفي الإنسان شجرة؟ يقول السرياليون نعم تعالوا نرى كيف يروا السلام عليكم معكم رشاد حسن سأقدم لكم في سلسلة هذا الموسم إن شاء الله أفكاراً أدبية احرص على الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه حتى نتعرف معاً على هذه الأفكار السريالية السريالية هي منهج أدبي ينفر كثيراً من العقل ويغذي نفسه على اللاشعور ويقول بأن اللاشعور هو مصدر الفن فمن أجل أن يحقق الفن غايته الكاملة يجب أن يستند على العقل الباطن وعلى اللاشعور فاللاشعور في مفهومهم هو مصدر كل عمل فني وهذا المبدأ مرتبط كثيراً بعالم النفس فرويد ويتمرد على العقل ويركز ويستند على العقل الباطن والعقل اللاوعي لذلك يقولون بأن الإنسان أو الفنان إذا كان في وعيه لا يستطيع أن ينتج أو حتى يتذوق العمل الأدبي ومن أجل أن يحقق ذلك فيجب أن يكون في لاوعيه يجب أن يكون كالنائم أو الحالم وهم بهذا المفهوم يحاولون أن يشكلوا مفهوماً وقالباً جديداً للأعمال الفنية ويحاولون قولبة المضمون والمحتوى باستنادهم على هذا العقل اللاوعي وعلى هذا اللاشعور حتى في الشعر فهم تخلوا عن جميع الأوزان والقوالب الشعرية وركزوا على المفردة وبنائها وقالوا أن الفنان أو الشاعر إذا استطاع أن يكتب قصيدة مستنداً على لاوعيه فإن هذا هو مبلغ الشعر ينسب هذا المذهب إلى الشاعر الفرنسي بريتون وهو أول من أسس وضع هذه القواعد السوريالية بعد الحرب العالمية الأولى بريتون يضع نفسه دائماً في حالة هلوسة وحاول مراراً أن ينقر على عقله اللاوعي حتى يستخرج منه أفكاراً نقية وغير شائبة وملطخة في مفهومه بالعقل الواعي لأنه في هذه الحالة كما يرى يستطيع أن يحقق ويصل إلى ذروة وكمال العمل الفني ولا شك أن مفهوم السوريالية هذا ألهم كثيراً من الفنون الأخرى وخاصة فنون الرسم والنحت وعالم السنمة وكثير من الفنانين والرسامين والمبدعين والمنتجين هؤلاء اعتمدوا على هذه الأفكار الغريبة جداً الذي يزعمون أنها مستندة على عقولهم اللاوعية السوريالية ركائز رئيسية تستند عليها ولعل من أهم هذه الركائز هو الحب فهم يقولون أن الحب هو كل شيء وأن الإنسان في ممارسته أو في عيشه لهذا الحب يستطيع أن يتغلب على عقله وبالتالي إذا أنتج وهو في غمرة هذا الحب أعمالاً أدبية وأعمالاً فنية فإنه يستطيع أن يحقق مبلغ غايته من اللاشعور واللاوعي فهم بهذا كأنهم يحققون القول الشهير فعلاً أن الحب أعمى فالحب أعمى عن العقل لكنه ليس أعمى عن العاطفة ومن ركائزهم أيضاً التي يعتمدون عليها في فنونهم وحتى في كتاباتهم هو جسد الإنسان وخاصة جسد المرأة فدائماً تجدهم يأتوا مثلاً بجسدين يتناغمان ويتداخلان ببعضهما أو جسد مختلف أو يركبون شيئاً على شيء آخر لا يتناغم وينسج معه كأن يكون جسد إنسان لكن رأسه شجرة أو كأس أو كوب أو نجمة فهم يحاولون أن يمزجوا أو يستخدموا قالب جسد الإنسان ويوظفوا على شيء آخر لا يأتي معه حتى يحققوا هذه الفكرة التي يدعونها أن الفن لا يحققه إلا بالوصول إلى العقل اللاواعي وفي كثير من أعمالهم تجد هذه الغرابة فهم يقولون أن في كل صورة ينتجها الفنان صورة فريدة يجب أن تخالف ذهن المتلقي ويمكن للفنان بأفكاره اللاواعية هذه أن يتناغم ويلمس في المتلقي شيئاً ومن ركائزهم كذلك الطبيعة فهم يحاولون أن يستخدموا صوراً وأشكالاً كثيرة من صور الطبيعة ويوظفوها على أعمالهم سواء المكتوبة أو المرسومة الفنية كأن تكون هناك مثلاً علاقة بين سحابة ونار وفي هذه العلاقة صورة لا واعية تمثل حياة إنسان مثلاً معاناته وفرحه وأحياناً قد لا يكون لمعنى السحابة أو حتى معنى النار المعروف والشائع والمنتشر عند الناس معناً لهذه الصورة الفنية المختلقة من السريالية ومن ركائزهم كذلك الكتابة التلقائية أو المباشرة فهم يقولون إذا كتب الإنسان أو شرع الفنان في عمله الفني مباشرة بدون تفكير فهو يستطيع أن يحقق عقله اللا واعي لأنه يكتب في تلك المرحلة المباشرة والتلقائية بعقله اللا واعي وبلا شعور طبعاً حاولت السريالية بهذه الركائز وهذه المبادئ أن تتخلى عن جميع أنظمة الأدب المعروفة والمنتشرة بين الناس والجيد أنهم يعدون أنفسهم ليسوا أدباء لأن الأدب في مفهومهم مقنن وطالما أنه مقنن فإنهم لا يستطيعون منه أن يصلوا إلى درجة الكمال والتذوق الأدبي أو الفني ولهذا كانت جميع أعمالهم السريالية مختلفة من مضمونها وشكلها ومحتواها وحتى النقاد واجهوا صعوبة كبيرة في نقد هذه الأعمال السريالية لغرابتها أحياناً ولأنهم يزعمون أنها قائمة على العقل الباطن اللا واعي ولعل من أبرز رواد هذه الحركة يا جماعة هو عرابها الفرنسي بريتون ففي كتابه السريالي الأول دعا فيه إلى إطلاق حرية التعبير وشجع الناس أن يستندوا على عقولهم اللا واعية والباطنة في إنتاج أعمالهم الفنية ولعل روايته نادية هي واحدة من ممثلات هذا النهج السريالي ومنهم كذلك الشاعر الفرنسي إلويل وعمله الشعري عاصمة الألم وهو من الأعمال الشعرية التي رسخت سمعته شاعراً في المنهج السريالي ومنهم كذلك أراغون ولعل عمله الذي يمثل هذا المنهج السريالي هو فلاح باريس قد تسأل نفسك الآن سؤال هل يمكن للإنسان بعقله وإدراكه ووعيه أن يصل إلى عقله اللا واعي أو الباطن؟ هل يمكن فعلاً أن نتذوق الأعمال الفنية أو الأدبية بعقولنا اللا واعية؟ هل يمكن مثلاً للحالم أو النائم أن يتذوق بالعمل الفني؟ الجواب جوابكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر